هادي فعلا هي ما يسمى بالزئابة المنفردة اي الذين يقومون بعمليات ارهابية دون وهم خارج بنية تنظيمية للتنظيم الذي يزعمون بانهم ينتمون اليه يعني ما حدثه هو شيء مؤسف وشيء محزن ومنتهى الوحشية هذا الحادث الذي وقع في امليل ضواحي مراكش ولكن اذا وما في شك ان اصار صدمة وصدمة كبيرة جدا لان اختيار المنطقة اختيار في حساسية عالية جدا منطقة تعتبر قبلة للسياح التوقيت ايضا للأسف يعني عنده تداعيات هذا التوقيت خاصة خلال هذه الفترة الوحشية التي تمت بها العملية وهي وحشية فاقت اي تصور هذا كله موجود ولكن دكتور منار السليمي اشار الى مسألة نعتقد بانه من الاهمية بمكان انا ساجيب على سؤالك اقول بانه لا شك بان الاجهزة الامنية في المغرب لديها كم هائل من المعلومات وعندها وفرة من المعلومات لدرجة انها توظفها في التعاون مع الاجهزة في اوروبا وهذا ليس سر واعتمدوا عليها كثيرا في هذه المسألة وبالتالي ما حدث في املينا يعني انا على يقين بانه حادث يعني ليست له منفرد عمل فردي هذا انا ما اسميه الجنون عندما يتعلق بالامر بالعمل السياسي او بالتفكير السياسي ولكن النقطة التي اشار اليها دكتور منار السليمي وهي في غاية الاهمية اشار الى ليبيا التي اصبحت في الحقيقة اسلحة مهملة ترسانة مهملة ماليشيات لم تعد هناك دولة يعني كانوا يتحدثون عن الصومال كدولة فاشلة الان ليبيا افشل من الصومال في كثير من الجوانب ثم هناك سوريا ثم هناك اليمن اذا نظرنا لهذه الدول التلاتة التي ممكن ان تؤدي لان داعش من اين جات جات نتيجة الحرب الاهلية في سوريا اذا رأينا الى هذه الامر هناك مسئولية كبيرة جدا للغرب وللدول الغربية من اسقط نظام عمر القذافي في ليبيا وانتقلت الامور الى الخراب حلف الناتو هو الذي قام عمليا بكل ما جرى حتى اعتقال القذافي وتسليمه للميليشيات تم عن طريق حلف الناتو ها اذا كل التدخلات الغربية في المنطقة السبب داعش في العراق ولا في سوريا سببها هو الغزو العراقي وقس على ذلك الان يجب على هذا الغرب ان يتحمل المسئولية يعني لا يمكن ان تخلق بؤر توتر وبؤر حرب اهلية تنتج زئاب منفردة وتنتج تنظيمات ارهابية وبعد ذلك تقول بانه السبب هو الاسلام او تديون الناس او ما الى ذلك لا سبب انت انت ساهمت بشكل مباشر في هذا الامر وبالتالي عليك مسئولية حضارية انسانية ان تساعد هذه الدول للاستقرار لبناء مؤسسات الديمقراطية وفي نفس الوقت للتنمية لانه لا اعتقد بانه بلد يعيش رخاء لم نسمع مطلقا نحن عملية ارهابية تمت في النرويج او في الدنمارك او في فنلندا او في السويد او سمعنا سويدي او نرويجي او دنماركي او اسلندي شارك في عمل ارهابي لماذا؟ لان هناك استقرار هناك ازدهار هناك تعليم واعلام هذه هي المعادلة هذه هي السنائية التي يجب الحفاظ عليها تعليم جيد واعلام جيد ما تنساش تابونة فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصل لك جديد الفيديوهات من هزبريس